نكمل يا دكتور كخبير بعيدا خالص عن المناصب حضرتك قلت ان الازمات العالمية حاليا اكبر من حجم التعامل معاها في دول كتيرة جدا وهي ازمات قوية بالفعل ضربات موجعة واحنا لازم نقوي نفسنا علشان نقدر نقوم فما نتأثرش او نقلل الخسائر خلينا نقول احنا دلوقتي في دائرة تقليل الخسائر ايه الحاجات اللي حضرتك شايف ان احنا محتاجين حاليا نركز عليها وخصوصا احنا كنا بنعمل بنية تحتية وبنعمل ده عشان الاستثمارات لكن راس المال جبان في حروب كنا بنعمل اشياء كتيرة جدا اصلاحات هيكلية صناعية لكن عندنا حاجات تانية هتحتاج ضغط فيها عشان السلع الاساسية والاستراتيجية وحاجات شبه كده المعادلة دي تتضبط ازاي في الوقت ده من وجهة نظر حضرتك انا في رأي الفترة الجاية محتاجة تركيز اكدر على تعزيز دور القطاع الخاص تحديد واضح لدور الدولة مع دور القطاع الخاص لازم يكون فيه دور تكاملي بين الطرفين القطاع الخاص دوره مهم جدا 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 كان فيه طبعا طرح وساد رئيس مجلس الوزراء اكد في الفترة الاخيرة تبني الحكومة وانيتها للاسراع ببرنامج طرحات جديدة لبعض الشركات اللي موجودة تطرح في البورصة منها بتنشط البورصة لان انت عندك مشاكل كتيرة في البورصة حاليا واناك انت توسع قاعدة الملكية وتدي اكتر دور اكتر للقطاع الخاص ده انا في رأيي ده اتجاه مهم جدا لازم يعني نكسف الجهد فيه خلال الفترة الجاية الاستثمار والصدرات يعني هما الاتنين دول اللي احنا محتاجينهم محتاجين ان احنا نعزل صدراتنا لان عندي طبعا عجز في الميزان التجاري ورداتي اكتر بكتير من صدراتي بتعملي فجوة كنت بغطيها دايما في الميزان الجاري وفي الميزان العاملات الرأسمالية وميزان الخدمات ان انا بيجيلي السياحة بيجيلي التحولات الحمد لله التحولات المصريين جيدة جدا وارتفعت وده عوضنا بشكل كبير جدا عن الخفاض الكبير اللي حصل في السياحة يعني اصدقوا ان احنا محتاجين قطاع خاص دوره اقوى جنبا الى جنب مع دور قوي كمان للدولة في الشراكة النهاردة بنتكلم على شراكة محتاج لمحفزات القطاع الخاص علشان يدخل في بيئة مش مثالية اول انه يضخوا فلوس راس المال جبا بالضبط وعشان كده هي فكرة الحوافز دي حوافز مهمة جدا جدا وهنا هي دي دور السياسة الاقتصادية يعني السياسات الاقتصادية سواء السياسة المالية او السياسة النقدية او سياسات الاستثمار او سياسات التجارة هي هدفها كده انك انت بتدي حوافز للقطاع الخاص وبتدي رسائل واشارات ايجابية ان انا عايزك وعايزك معايا وعايزك بشكل اكبر لان انا محتاجه في الاستثمار لان انا معدلات الاستثمار بتاعتي ضقيق انا عايز اعمل 7% على الاقل 8% معدلات نمو اقتصادي ده محتاج معدل الاستثمار 25-30% أنا النهاردة اللي موجود معدل استثمار 15-17 فعندي فجوة بين الادخار والاستثمار بغطيها المفروض أغطيها من مدخرات الأجانب اللي هما يجوا يستثمروا استثمار أجنابي مباشر عندي وده أفضل أفضل حل أو للأسف أن أنا أضطر أن أنا أتوسع في الاقتراض فطبعا توسع للاقتراض النهاردة مديونية إحنا نتكلم على أزمة مديونية التقارير بتتنبأ بحدوث أزمة أقوى من الأزمة لأزمة المديونية اللي حصلت في التمانينات اللي كانت بقى أمريكا اللاتينية وكده وبدأت فيها لأن إحنا النهاردة بنتكلم على دين للناتج العالمي بتجاوز 250% يعني حجم الدين إجمال الدين العالمي للناتج العالمي أكتر من 250% وإحنا مش بقيد عن ده إحنا الدين الخارجي بتاعنا مرتفع الدين الخارجي مرتفع الدين الخارجي مرتفع بس مرتفع هو لحد هذه اللحظة إحنا في الحدود الأمنة لكن فيه معدلات نمو مرتفعة هو ده اللي إحنا عايزين إن إحنا نقلله الحقيقة معدلات النمو في الدين بذات الدين الخارجي يقل مقابل بقى معدلات النمو الدخلية في الإنتر الاستثمار والصادرات ما هي مصادر النقد الأجنبي أنا عايز أزود مصادر النقد الأجنبي فأساسا صدرات أكتر والصدرات دي طبعا مسهلة في فكرة بقى قدرة نفسية عولمة نظام تجارة حر جات احنا موجودين فيها فمقدرش زي زمان الصين لما قفلت على نفسها وقعدت لها تلاتين سنة قفل على نفسها وهم ما شاء الله خمس البشرية فمعندهمش مجموعة عادش الكلام دوت ينفع مع الجات ومع الـ WTO لما اتعملت في الـ 95 فاحنا مقيدين بشروط تجارة فده لازم يقتضي ان احنا نعزز التنفسية عزز التنفسية وانا محتاج استثمار اجنبي خاص يدخل معايا ويجي باستثمار ويصدر من خلاله هو حيفضل السؤال اللي بيترحوا كثيرون هل مصر بالغت في الاستدانة دين الخالق